السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين كرام وحلقة جديدة من خلالها سنقوم بشرح طريقة حجب المواقع الإنباحية في روتر اتصالات المغرب ZTE-ZX-H2-H181 قم بفتح أي متصفح عندك في الحاسوب أو في الهاتف بعد ذلك قم بكتابة أدريس الدخول إلى الروتر كما هو موضح في الشاشة ثم قم بالضغط على أنتري بعد ذلك سوف تفتح معك الواجهة بهذا الشكل قم بكتابة نود اوترزاتور والمود باس قم بكتابة يوزر صغيرة كذلك بالنسبة للمود باس قم بكتابة يوزر صغيرة ثم قم بالضغط هنا على كونيكسيون بعد ذلك قم بالتوجه هنا إلى أبليكاسيون ثم قم بالضغط هنا على سيرفر DNS بعد ذلك قم بالضغط هنا على الـ DNS ثم قم بكتابة هذا الـ DNS الذي تشاهده في الشاشة بعد ذلك قم بكتابة الـ DNS الآخر ثم قم بالضغط هنا على أنفوي بعد ذلك قم بإعادة تشغيل الروتر من جديد بعد إعادة تشغيل الروتر سوف نقوم بالتجربة كما تلاحظون لن يتم الدخول إلى هذه المواقع الإباحية سوف نقوم بتجربة متصفح آخر مثلاً جوجل كروم مثلاً نقوم بكتابة أي موقع كما تلاحظون لم ينجح بحت وبذلك سوف ترتاح من هذه المواقع الخبيثة والسلام عليكم